السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل من يدعي وصلاً بليلة وليلة لا يتكرر لهم بذاكة إذا اشتبكت دموعاً في جفون تبين من بكى ممن تبكى فكثير جداً يقول لك احنا شغالين بين مظبوط وزايد فلوة والحاجة كلها بس لما تيجي تعمل فحص بتلاقيه ان هو مش شغال بين ملاه من قريب ولا من بعيد وانما هو ادعي نعمل يا احشي اننا مشغالين بين مظبوط ليتشيك لست بسطة جداً بتبدو تشوف الحاجات دي هل انت بنفسها ولا لا لو انت بسماش عنها قبل كده حاول تقرأ عنها حاول تشوفها الحمد لله كل الكلامين هيتكلم في النهار ده مشروح بتفصيل على قناة بيم عربية في الجزء اللي هو خاص بجاستو بيم لانه هو تلخيص او شرح لكورسات كتيرة الواحد كان اخذها فهتلاقي ان شاء الله كل الحاجات ده مشروحة بتفصيل وازاي تقدر طبع عندك في الشركة طيب فرض ان انت شغال على ليبل 1 مش ليبل 2 احنا عندنا ليبل 0 اللي هو ما عندكش بيم اصلاً ليبل 1 انت شغال بس في عندك نقص في حاجة معينة وليكن مثلاً ان انت مش عامل بيم كهروميكانيكل عامل بس المعماري والإنشاية ليبل 2 انت عامل كل شغلة مظبوط والموديلس كلها مظبوطة ليبل 3 دي لسنا محدث شوصل لها ويمكن هناك نسبة بتابع بعض الديسابيهات انها شغلت فيه هو هيبقى البيم كله هيبقى البيم كله هيبقى على الانترنت او كل الشغل البيم كله على بلاسفورم واحدة او برامج واحدة طيب البيم كله ايه اللي بنفحصه بنفحص الـ rules مين اللي هشغل في كل حاجة وهشغل فيها ازاي ومين مسؤولة عن كذا طريف تسمية الملفات هل احنا عاملين هل احنا عندنا البيم فورك واضح ولا الكلاسفكيشن سيستم اللي احنا شغل بيه موجود ولا وهكذا يعني في بعض الحاجات اللي احنا بنبدأ نفحصها هل احنا فيه التبادل للداتة واضح ولا لا طيب لو انت شغال بقى بيم ليفل 2 فاحنا هنقسمهم بقى المراحل يعني في بداية المشروع بريف هنبدأ نركز على حاجة معينة في الـ concept هنركز على حاجة معينة الـ definition هنركز على حاجة معينة كل مرة هنشوف ايه النقطة اللي احنا هنركز عليها كهننفحش مثلا اجي اقولك الـ lizard scan و احنا فلسه نفكر يعني بنبدأ نشوف ايه الحاجة السيئة اللي احنا نعملها اول حاجة هنا احنا عندنا ROI لتنينه investment يعني دارسين العاجة على اسمها هنبدأ عمل ازاي عملنا الـ project life cycle اه اشوفنا المشروع هيتعامل ازاي في الـ AIM asset information management او في الـ GIS هل احنا مجهزين مجهزين CDE ما شغلنا عليه بس يكون فيه خطة للموضع دوت الـ requirement و training اتفان عليها او لا يعني عايزين نشوف هل فيه دراسة لموضوع القصد ولا لا الـ build asset security بها اهم النوع بعد كده نبدأ ان نخش مثلا على المرحلة اللي هي في مرحلة الـ concept نبدأ بقى نشوف client information model هنبدأ ان نشوف ايه هو اللي الملك عايزه نبدأ ان نركز عليه ونشوف الـ asset information requirement هنبدأ نشوف الـ definition define of information exchange امتى هنتبادل معلومات وتواريخ التبادل معلومات والحاجات دي كلها الـ CDE information exchange هننتبادل معلومات ازاي مع الـ stockholder مثل الاطراف المانية بالمشروع في الـ definition هنبدأ نركز بها نشوف الـ sublight chain هل هما مستجبين للـ بمكتشنبران ولا هنبدأ نشوف موضوع البم بروتكول الـ project information management وتواريخ التبادل معلومات هل هو هيبقى قابل للتنفيذ ولا لا هنشوف security strategy بعد كده هنخش على stage 4 الـ الـ definition هنبدأ نشوف review data exchange review security strategy وهكذا ندخل بعد كده على build مرحلة بقى البناء هنبدأ نشوف ونراجع data exchange بعد كده خمسة في مرحلة بقى 6 الـ hand offer هنشوف بقى transfer to asset information model هنبدأ نسلم الموديل ده لبيت الأقسام وبعد كده اخر حاجة الـ operation هنعمل update الـ asset information model وهنعمل feedback لسم هنبدأ نكتب الدرس المستفيدة فده طبعا شكلست بسيطة كل شركة مفروض انها بتطور وتعمل شكلست الخاصة بيها اللي تتأكد هل المشروع بتاعها هيسلم مصدوط هل فيه مشاكل وها جسم تمام ده بيساعدنا ان احنا ننتقد انخصنا ونعمل حلات الخاصة بيها بدل ما تجلنا كومنتات من برا الشركة